بعد عشرين يوماً على صدور دعوات أمريكية عالية المستوى إلى وقف لإطلاق النار في اليمن أعلنت ميليشيا الحوثي تجميد وإيقاف إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه السعودية والإمارات وحلفائهما في اليمن من جانب واحد المبادرة جاءت عبر رئيس ما يسمى باللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي الذي أكد أيضاً استعداد جماعته إلى تجميد وإيقاف العملية العسكرية في كل الجبهات وصولاً إلى ما أسمه سلاماً عادلاً ومشرفاً إن كان التحالف يرد السلام للشعب اليمني على حد قوله مبادرة تعيد تكثيف مشهد الحرب في اليمن باعتباره مواجهة بين الحوثيين والتحالف وسط تجاهل متعمد للطرف الأساسي المتمثل في معسكر الشرعية الذي يخوض معركة استعادة الدولة وإنهاء الإنقلاب استناداً إلى دعم عسكري من تحالف عربي تقوده السعودية لكن تحديات عديدة تكتنف هذا التحالف وتزداد معه العلاقة مع السلطة الشرعية تعقيداً لم يصدر حتى الآن أي رد فعل من جانب الشرعية أو من جانب التحالف على المبادرة التي دفع بها الحوثيون لتكون أحد حوائط الصد أمام استمرار العملية العسكرية في مدينة الحديدة التي يخشون فقدانها ويستمتون في الحشد دفاعاً عنها وسط تذني واضح في مستوى التفاعل من جانب القبائل التي تلقت دعوات من زعم الميليشيا بهذا الخصوص وتتزامن مبادرة الحوثيين مع الزيارة التي يقوم بها الاثنين وزير الخارجي البريطاني جيرمي هانت إلى طهران في مهمة تتركز في جزء منها حول الجهود المبذولة لإيقاف الحرب الدائرة في اليمن في الوقت الذي أعرب فيه عن قلقه العميق حيال تقارير تفيد بأن إيران قد تكون قدمت صواريخ باليستية وأسلحة إلى الحوثيين في انتهاك لقرارات مجلس الأمن وهو أمر مزعزع ويتعارض مع الجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاع بحسب بيان لوزارة الخارجية البريطانية وتيرة الحرب في أكثر من جبهة في الجغرافية اليمنية يبدو أنها ستبقى خياراً مرحلياً هدفه النهائي تقليص نفوذ الحوثيين إلى الحد الأدنى قبل الذهاب إلى عملية سياسية لا يبدو أنها تبشر بنهاية قريبة للحرب وحلول السلام في هذا البلد